وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجل ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر